كانتها بسرعة كده ندي إشارات لهم الولد اللي اسمه بتاع عالي ده وكلام من ده تكلم عن الجيش موضوع الجيش المصري مش بيحتاج حد يتكلم عنه من أمثال ده ولا اللي وراه ولا اللي وراه واللي بيقوله أردوغان واللي بيقوله غيره وغيره وغيره الناس دي كلنا منيجي نتكلم في التاريخ مصر كانت دولة صحة الحضارة وفيها جيش وفيها حدود وفيها جمالك وفيها حكومة ودول لسه كانوا الورا المعيز فالكلام النهاردة على الجيش المصري ما حدش يجيب فرطه لأن ربنا سبحانه وتعالى كرم الجيش المصري على صلى الله عليه وسلم خير أجناد الأرض دي واحد والكلام عن مصري بقى لا يمكن أن يكون هناك مصريا أكل من قطيانها وشرب من نيلها يتعرض لشخص مش لجيش الجيش المصري طبعا الناس لما جيت حسبت في اكتوبر و67 وما قبل وما بعد بتحسب على كم مسع وكم طيارة وكم دبابة وبينسوا حاجة مهمة جدا ودي اللي بارك في 73 وحرب الاستنزال الجندي المصري أنت كان الفرق التسليح تاريخيا وتكنولوجيا بينك وبين العدو الصيوني 25 سنة بالضبط كان معاك دنات بتستخدمها في الحرب العالمية وهم معهم أحدث الدنات اللي كانوا بيضربونا بيها سواء كانت مضربة للدبابات أو السواريخ للطيارات فيبقى أن الجندي المصري أو الإنسان المصري بشكل عام بص عليه في الطب النهاردة عامل إيه بص لدول العالم العمليقة دول النهاردة سنتكلم مع رئيس الجمهورية اللي بولو الصحية بيكلم عن عن مصر يمشي في الخط اللي هو أكبر الدول العالم يمشي فيه سواء كانت في الهندة أو ألمانيا أو إنجلي وإحنا يمكن المسابقين بس دائماً أبداً هذا الرجل أنا أعملت معاه أيام ما كنا في المجلس لا يتكلم إلا حينما يمسك الحقيقة بيده فبالتالي أنا أبص عليه في الهندات أبص عليه في الطب النهاردة أنت بتفتتح أكبر محطة طاقة شمسية في العالم النهاردة موجودة على الأرض مصر فالنهاردة الإنجازات اللي بتتمي ديها عشان ما نسلمش الرئيس معنا وفي نفس الوقت أنت ما تسلمناش مع الرئيس الكلام والحديث عن الإنجازات نداء ورسالة مخلصة من أجل الوطن الإعلام 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 سواء كان صحاف أو تلفزيون أمرئ أو مسموع والفن اللي تتنده لي يشتغلوا ويقولوا اللي تم من أول مجم القوة الخينة وخصفوا البلد بعد 25 يناير لأولا 30 يونيو ونقف عن 30 يونيو بقى نتكلم زي ما احنا عايزين يوم 30 يونيو يوم 30 يونيو هنقف عندها ونتكلم هل تفاكر سياتك وتنى معك قبلنا بتلاتة أيام وتنى الاحيم فين وتنى معدنا يوم 30 وحصل والراجل سلع وهذا يقول لسلتك حاجة سلتك طبعا هارف التاريخ كله أنا في حياتي حتى أيام ما كنت بسرشح عمري ووزعت الصورة النفسية هابعت لسلتك صور أنا كنت موزع صور المشير السيسي أو كان في الوقت ده ما خدش ردس المشير وهو كان موجود قبل ما نكون هذه الدفاع في المنطقة الشمالية وفي المخابرات والقرار اللي أتكلم لسه تلوغ ماشي دلوقتي إخلاء المنطقة الحدودية ده كيان لازم بإخلاص نقول لفعلا بنحب هذا الوطن نبدي الراجل ده حق إن الرسول قال لنا كده وأنزلوا الناس ملازلهم لازم الراجل ده ياخد حقه ده أكثر من سبب أولا لا تتنقى قوة دفعة وراء أي قيادة إلا الشعب أقوى قوة يمكن أن تتكلم عن طياراته وثواريخ ودبابات ده جنب والشعب جنبك ده دليل إن نفسه هذا الرجل قال إن الشعب هو القوة المحركة والقوة الدفعة لما صالب الناس تنزل لما صالب الناس تجد تفويض تعطوا تفويض إذن يعلم تماما إن الخوة الدفعة هي الشعب والشعب بياخد وإطلاقة من الإعلام لذا سنتك بتتكلم بساعتين والثلاثة والأربعة يوميا عشان نود للناس لسالة تغيرة جدا ومن هنا بقول لكم خلي بالكم عشان المدة نخلص ونفوق ونرجع للإنجازات نفرح بالإنجازات اللي تمت على أرض مصر ونقدر نعلن على العالم نقدر نقول له جيشنا فين الطب بتاعنا فين العلم بتاعنا فين إنجازاتنا فين وهنتكلم بقى عايز محاك سطرين لمجرم الحرب أردوغان سطرين سطرين يعني سطرين كده بسرعة عشان لازم أطلع فاصل آخرين أنا بعاتي لسالة تغير فيديوهين بيتكلموا عن علاقته من الحركة المسونية علاقته من الحركة الصهيونية وبيقبل يدي الحخام وهنا لما بيكلم عن الشرق الأوسط بشان اللي بقول لابدغان الرئيس لسالة اللي أعلمه عندك شريك فيديوهين